هل فعلا ناول عدو للإنسان هو نفسه؟ وإزاي الإنسان قادر يخدع نفسه من غير حتى ما يعرف بل بيكون السبب الرئيسي وراء فشله أهلا بيكم أنا محمود نشأته ده كلام كتب والنهاردة هتكلمكم عن كتاب حرر نفسك لجاري جونبي شاب جاري هو كاتب ومحاضر فيه تطوير الذات ويمكن أكتر ما يميز اسلوبه إنه خالي من طرق التنمال البشرية وأكتر منطقية وكتير من أفكاره ليها طابع فلسفي وحرر نفسك من أكتر كتاباته اللي خلينا نقول شيقة هذا الكتاب مواجه إلى اليائسين المصحوقين الأمهات الوحيدات والأباء العاطلين عن العمل والحالمين الطموحين وده كان إهداء الكتاب أوكي أنا عارف إن الدعم مش أكتر بدايحة مسايا نهائي ولكنها كانت كافية لبجازب الانتباه فالكتاب فعلا مواجه الأشخاص اللي بدخلهم إحباط وإن كانت مش بالشكل المأساوي اللي في الإهداء في نفسنا وإن كان بشكل واعي أو غير واعي فالكاتب حط مسؤولية كبيرة على أحدثنا الداخلية ووضح إن أحدثنا دي لها تأثير قوي على حالتنا نفسية تأثير أقوى مما نتخيل ولو كلامنا أو تفكيرنا إيجابي بينعكس على الأفعالنا هو العكس وبالتبعية الكلام اللي بنسمعه والنقد الموجه لينا له دور فيه تشكيل فكرنا حتى لو مش مصدقين إن النقد قادر يأثر فينا وإن كان غير منطقي التأثير مش بيكون على حالتنا المزاجية بس ولو كان التأثير سلبي فهو قادر يوصلك للعجز ويهيئ لك المشاكل على إنها ضخمة وإن كانت صغيرة وبسيطة الهدف من الكتاب مش التحفيز البحث زي كتب التنميل البشرية أو يطلب منك تملى سيدرك طاقة إيجابية وتتناسى مشاكلك وغيرها من الحلول الوهمية إنما الهدف منه إنك تتحرر من ضغطك الشخص على نفسك وتبدل اللغة اللي بتتعامل بيها في أحاديثك الداخلية الكاتب شايف إن الناس اتعودت على صوت التنمر والشكوى جواها من كل حاجة في الغالب هو تأثير من المجتمع زي مثلا النقطة والسخرية من كل شيء اللي بيتم صناعتها علشان دمها خفيف وبتجذب جمهور واسع بس اللي بحصل إنك لو سخرت كتير من حاجة زي الرجوع للدراسة مثلا الطفلة هيكون من جواه مش متقبل للمدرسة فعلا والأخطر إنه مصدق الشعور اللي وصفته النقطة هو اكتسبه إيه سعى لكده السخرية من الجواز وحياتك كموظف أو حتى السخرية في الدين الموضوع دمه خفيف صحيح وبيلمس مواقف بنتعرض لها يوميا بس الأكيد بيسيبك مع صوت متزمر جوه عقلك هيفسل ساعتك بأي شيء ويقلقك ويخوفك طول الوقت وإن كان ده رأي شخصي ولكنه يفضل سبب من الأسباب الصوت الداخل المتزمر والمحبط ده تأثيره علينا مش بسيط خالص الصوت ده قادر يخليك ما تعملش اللي عقلك عايزه وإنت فعلا قادر تعمله إنت قادر تبقى متفوق في الدراسة وقادر تكون موظف وسعيد أو صاحب شغله وبتكسب فعلا وأيوة إنت قادر تكون في زواج سعيد لكن الصوت اللي جواكل اللي انتقاضات والسخرية الزايدة خلته يائس ومحبط هو اللي منعك فمثلا لو كنت من اللي شايفين إن الحياة غير عادلة فده هيأثر عليك أصلي مهم عملت مش هتوصل للي انت عاوزه وده تلقين هيترجم إنك ما تبدلش مجهود في شغلك ودرسك مثلا وفعلا مش هتوصل لشيء إنما لو بدلت المعتقد ده بأن الحياة فرصها متنوعة وإن ربنا بيدي للناس فرص بس مختلفة مش هتاقس لإنك حتى لو ما وصلتش للي انت عاوزه هتفضل تسعى لإنك عارف إن عندك فرصة ولكن مش لازم تكون زي فرصة حد تاني أو حتى الفرصة اللي انت بتتمنها الكتاب تكلم عن نقطة كتير تفيد نفس الفكرة وأهمها من وجهة نظري إنك محتاج تعدل سلوكك في الكلام مع نفسك تخيل إنك بتتكلم مع صديق محتاج لدعمك إنت هتبذل مجهود علشان تساعده وتشجعه أو تخفف عنه حدة الأمور السيئة أيا كان إنت كمان محتاج نفس المجهود ده بس لنفسك حاول تختار الألفاظ اللي هتتناقش بيها وبالتدريج دي هتكون لغتك الأصلية وهتعملها بدون مجهود وهتكون الداعم الأول بدل ما تكون العدو الأول لنفسك الكتاب من 9 فصول في 192 صفحة وهي عبارة عن أساليب تساعدك في تنفيذ الهدف من الكتاب والكاتب بيكترح حالك تراها وكأنها تجربة شخصية وبيشاركها معاك وهتلاقي كمان مقولات للشخصيات تاريخية وفلاسفة بتسد على وجهة نظر الكاتب في النهاية الكتاب في أفكار كويسة جدا وبطريقة أو بأخرى هتفرق معاك فياريت اللي قرأ الكتاب يقولين رأيه ولو مرهوش يبدأ إيراه الكتاب فعلا يستحق ولو عجبتكم الحلقة دوسوا لايك وسبسكرايب أشككم الحلقة اللي جاية أنا محمود ناشأت وده كلام كتاب